عمال قطاع الصحة ومالاخرون دخلوا في إضراب وطني مساكل من السلك الطبي وشبه الطبي للمطالبات بإعادة النظر في قرار لغاء التقاعد النسبي واجتمع وزير الصحة مع ممثلي نقابة شبه طبي ووعدهم بإيجاد حل لمشاكلهم صبرين أبو عبلا اجتمع موظف قطاع الصحة صبيحة اليوم في إضراب وطني مسى مختلف المؤسسات الصحية وعينتنا كانت من مستشفى مصطفى باشا الذي شهد تجمعاً للأطباء والشبه الطبيين مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية استياء من قبل المواطنين وتأسف من قبل أصحاب المآزر البيضاء لإضراب يصفونه بالمحتم توعد وزير الصحة خلال اجتماعه مع النقابة الوطنية للشبه الطبيين بإدراج مهنهم ضمن قائمة الأعمال الشقة وعود المسؤول الأول بالقطاع جاءت لتدفع بنقابة الشبه الطبيين لعقد مجلس وطني للخروج بقرار مواصلة الإدراب أو العزوف عنه موسيقى